نروح للأهلي برضو أو هنفضل مع الأهلي برضو والكلام على مطش السبت بإذن الله إن شاء الله عندنا مواجهة مهمة جدا ومنتظرة جدا وبتجمعنا من البداية كده مع منافس بقى تقليدي يعني سانداؤنس بقى لازم يعدي علينا حتى لو مجاش معنا في المجموعات لازم نقبله والحقيقة وشه علينا وشه حلو وبشرة خير دايما في آخر نسختين فوزنا بلقب دوري الأبطال المرة دي معنا في دور المجموعات وزي ما قلتلكه هو يمكن يكون أو مش ممكن هو المنافس الأبرز بالنسبة لك في المجموعة كل احترام والتقدير طبعا لأشقاء الهلال والمريخ لكن يعني بحكم الأرقام والمستويات اللي ظهرت أعتقد أن المنافسة هتكون بشكل رئيسي بين الأهلي وسانداؤنس وشان كده مطش القاهرة اللي جاي يوم السبت في منتهى الأهمية وجود الجماهير طبعا يعني أنا بالتجربة وفي مواقف كتير جدا يعني في حاجات زمان ما كنتش بفهمها قوي يعني ما بحسهاش قوي فكرة أنه الجمهوري يبقى اللاعب رقم واحد دي يعني ممكن بشوفها في بعض الحالات أو حالات استثنائية لكن الحقيقة طوال متابعتي في كتير من المواقف اكتشفت الحقيقة أن جمهوري الأهلي حتى في المطشات السهلة حتى في المطشات اللي المدرجات فيها فضية جمهوري الأهلي هو اللاعب رقم واحد بدون منيزع مع كمل التنقدير والاحترام طبعا للعابة النادي الأهلي ونجومها وأنا عارف الحقيقة أن هم نجوم كبار وعلى قد المسؤولية لكن يظل الحقيقة جمهوري النادي الأهلي طول ما هو في ظهر الحداشر لعب اللي بمسؤولي النادي الأهلي هو بالتأكيد اللاعب رقم واحد وفيه محاولات إن شاء الله عشان الجمهوري يكون حاضر للمباراة بتاعت يوم السبت ومباراة في منتهى الأهمية حتى تقربك أولا تستغل ميزة الناها على أرضك وتقربك شوية من صدارة المجموعة وتعطل كمان سانداونز فيما بعد الغيات لما نروحه إن شاء الله في جنوب أفريقيا فبتهالي تواجد الجماهير في المباراة دي هيكون دافع كبير جدا وواثق طباما إنه حتى لو ما وفقناش حتى يكون في عدات كبيرة إنه جمهور الأهلي حتى من بعيد هيلعب نفس الدور طيب الحقيقة يمكن طبعا الأهلي في انتظار رد الكاف على الطلب اللي تم التقدم به من قبل الإدارة النادي على حضور الجماهير